حمل النائب أحمد لاري وزير التربية ووزير تعلم العالي بدر العيسى مسؤولية ما اعتبره المزاجية في التعامل مع لوائح الخدمة المدنية في شأن تعيين القياديين معربا عن استغرابه من قرار مجلس الوزراء تعيين نائب مدير عامل هيئة العامة لتعلم التطبيق والتدريب رغم تجاوزه سنوات الخدمة الخمسة والثلاثين عاما التي كانت سببا في استبعاد بعض الأسماء لهذا المنصب في السابق قرارات اللي صدرت أمس مجلس الوزراء لمنصب نائب مدير العام التطبيقي وفي هذا السياق أنا أحمل وزير التربية مسؤولية هذه القرارات حيث تم التعامل المزاجية بقرارات ديوان الخدمة بالسابق تم استبعاد بعض المرشحين لهذا المنصب بعذر أن تجاوز سنوات الخدمة المطلوبة أو المحددة من قبل ديوان الخدمة واليوم هناك من تجاوز الخمسة والثلاثين وأكثر من سنوات الخدمة ومع ذلك تم اختياره أمس في المناصب القيادية فإذا هذا التعامل يستمر ولم يتم مراعاة ذلك للآخرين فإذا كان هناك استثناء من مجلس الوزراء لقرارات ديوان الخدمة فيجب أن يشمل استثناء كل المستحقين